بعد وفاة الفنان الكبير سمير غانم بدأ الكل يسأل سؤال واحد هي دلال عبد العزيز عرفت بخبر وفاته؟ طب يطرع عملت ايه لما عرفت؟ كلام كتير من هنا ومن هناك لكن النهاردة امي سمير غانم نشرت صورة لعبارة متعلقة على غرفة دلال عبد العزيز في المستشفى مكتوب عليها المريضة لا تعرف اي شيء عن زوجها طبعا عبارة مؤسرة وبتوضح ان دلال عبد العزيز يعني للأسف لسه ما تعرفش خبر وفات شريك عمرها وشريك حياتها كلنا بندعي لها بالشفى والصحة في القريب العجل الفترة الاخيرة زهقت شوية كده من الفيسبوك وتويتر وقلت روح اشوف ايه الدنيا على التيك توك لسه يا دوب باخد لفة وعينك ما تشوف الا النور عند حكاية ام نور امبراطورة الكفتة في قودة نور ام نور ست انتشرت فيديوهاتها على السوشال ميديا في الفترة الاخيرة ويعني بتعملها على التيك توك بتعملي ايه بقى يا ام نور بعمل كفتة في قودة النوم وبخسل سجات في قودة النوم وبكيد الاعادي كمان في قودة النوم كل حاجة بتعملها في قودة النوم يعني مش عارفة ايه قودة النوم اللي فيها كل ده تغير بقى قصة الحب المرعبة اللي بينها وبين جزها وهي مرفعه وبتغني له اغنية هي اصلا مش حافظها ام نور في فترة قليلة جدا قدرت تعمل لنفسها جمهور وارضية ومتابعين ولكن يعني في النهاية ده محتوى كفتة ام نور ما كتبتش لأ واضح كده انه السيزن ده يعني سيزن الدويتهات بين مطربي المهرجانات وبين الفنانات ياسمين رئيس عملت اغنية مع حسن شاكوش اللي هي حبيبتي وكمان سمية الخشاب عملت اغنية وبتقول انها هتطرح اغنية مع عمر كمال وطبعا كلنا شفنا البرومو ولسه الايام اللي جاية هنشوف مين بقى هتطلع مع حمو بيكا يعني ده مكتوب لها ايه في السباق الرمضاني الاخير الفنان محمد فراج اثبت نفسه بشكل كبير جدا سواء في دور مؤنس في مسلسل لعبة نيوتن او في دور مسلسل ضد الكسف مع نيلي كريم ولكن دايما جمهوره بيسأل امتى هيتجوز خطبته بسنت شوقي موضوع شغلنا جدا يعني قبل كلنا بنحبوهم طبعا اليوم السابع بقى تدور كده ودعبس في مصادره وعرف انه في سرية تمة بيحضر دلوقتي فراج وبسنت عشان يكتبوا كتابهم خلال الشهر ده طبعا بنقول لهم الف الف مبروك وبنتمتنا لهم حيا سعيدة حبايبي اللي جريو مع روبي على حتة تانية والأفندي وهوبة رجعوا واستخبوا من الناس ودلوقتي بعد ما روبي نزلت أغنيتها الجديدة قلب بلاستيك خد منها حنيتها ودنيتها ورحب صاحبتها وتلع فستيك الأغنيتين يعني بيجسدوننا الحقيقة يعني الدنيا اللي احنا عايشينها فعلا الفوريفر ده اصلا مش دايما بتاع ربنا يعني بتبتدي بالهوبة والحتة التانية وتنتهي بالفستيك والقلب البلاستيك يلا معلشي هنختم أخبارنا في سوايب بأننا نطمنكم على الحالة الصحية للمخرج الكبير محمد عبد العزيز والد طبعا النجم كريم عبد العزيز تم شفاقه من كورونا وخرج من المستشفى وكريم عبد العزيز كتب كده على صفحته الشخصية على السوشال ميديا اشتركوا في القناة